بحث وزير الكهرباء وطاقة المتجددة محمود عصمة مع ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولا إلى أوروبا وقال وزير الكهرباء إن مشروع الربط الكهربائي يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي